أعلن الكريملين أنه لا يرى أي تغيير في استعداد الغرب لتقديم تنازلات بشأن أوكرانيا من أجل ضمان وقف إطلاق النار جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي والذي نفى وجود خطط لتنظيم محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فولادمير بوتين ونظيري الأمريكي جو بايدن قال الرئيس الأوكراني فولادمير زيلنسكي أن بلاده مستعدة لبدء شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود وفي انتظار إشارة البدء من الأمم المتحدة لتصدير الشحنات وقال مكتب زيلنسكي أن الرئيس زار ميناء تشون مراسك المطلق على البحر الأسود الذي تحاصره روسيا للاطلاع على الاستعدادات لتصدير الشحنات بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة قال وزير الخارجي روساي سيرجير لفروف أن موسكو ستقترح قريبا موعدا لإجراء مكالمة مع وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين وذكر بلينكين في وقت سابق أنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع لفروف لمناقشة تبادل السجناء المهتجزين لدى البلدين نفت أوكرانيا أن تكون قواتها قد قصفت سجنا يعتقل به أسر حرب أوكرانيين وذلك عقب إعلان موسكو أن هجوما على السجن الواقع في دونسك التي تسيطر عليه القوات الروسية خلفها عشرات القتلى وعدد كبير من الجرحة كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن أوكرانيا قصفت سجنا بصوريق هيمارس أمريكية تلصنع ما أسفر عن مقتل أربعين أسير حرب أوكرانيا وإصابة خمسة وسبعين آخرين أعلنت دائرة الأمن الفيدرالي الروسية إحبط محاولة هجوم إرهابي في منطقة ليبتسيك الواقع في الجانب الغربي لروسيا وذكر المكتب العالمي لدائرة الأمن الفيدرالي الروسية أنه تم منع هجوم إرهابي في المنطقة لثلاثة أعضاء من مجموعة تخريبية أنشاءها متطرفون في القطاع الأيمن الأوكراني المحذور في روسيا وأوضح الأمن الفيدرالي الروسي أنهم قد خططوا لتفجير عبو ناسفة قوية في أماكن مزدحمة في إحدى منشآت البنية التحتية للنقل في ليبتسك أعلنت الإدارة المعنية من روسيا في مقاطعة زابورجيا جنوب أوكرانيا إحباط هجوم بالطائرات المسيرة شنته قوات كييف على مواقع في مدينة ميليتيوبول جنوب المقاطعة وقال العضو في المجلس العام لإدارة زابورجيا فلاديمير روغوف أن المقاتلين الأوكرانيين حاولوا شن هجوم على البنية التحتية المدنية لمدينة ميليتيوبول في الليل بطائرات مسيرة هجومية مضيفا أن نظام الدفاع الجوي صد الهجوم قال حاكم منطقة ميكولايف الأوكرانية أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب سبعة في هجوم صاروخي روسي على المنطقة التي تقع جنوب شرق البلاد موضحا أن بعض الجرحة كانوا بالقرب من محطة للنقل العام ومن جهة أخرى قتل سمانية مدنيين وأصيب تسعة عشر آخرون في هجمات الروسية استهدفت منطقة دونيسي خلال الساعات الأربعة والعشرين ماضية فقط وأضف الحاكم المحلي للمنطقة أنه يستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا تحديد العدد الدقيق للضحايا قال وزير الدفاع البريطاني بين وولس أن بلاده محظوظة لأنها غير معتمدة على الغاز الروسية وأضف وولس أن روسيا تفشل في الكثير من الجوانباء في أوكرانيا وقد يسعى الرئيس الروسي بلادمير بوتين إلى تغيير استراتيجيته مجرددا ورأى أن الرئيس الروسي قد تحدى كل المنطق بما فعله في أوكرانيا ولم يرغب في الاستماعي إلى العقل أكد الرئيس الوزراء المجري فيكتر أربن أن بلاده تتوقع توصل إلى اتفاق لشراء 700 مليون متر مكعب إضافية من الغاز من روسيا خلال الصيف كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لابروف قد كشف الأسبوع الماضي على أن المجر تريد شراء كميات إضافية من الغاز من روسيا مشيرا إلى أنه سيتم النظر في طلبها على الخبر ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفرين من أوكرانيا إلى بولندا قد ارتفع إلى 5 ملايين و104 ألاف لاجئ ذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأوضحت الوكالة أن البلاد استقبلت أمس الخميس نحو 23 ألفا و300 لاجئ وافدة من أوكرانيا مقابل 22 ألفا وخمسمائة لاجئ في اليوم السابق عليه فيما غادر حوالي 3 ملايين و190 ألف لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي ترجمة نانسي قنقر